السلام حبوباتي كديري لبس عليكم كانت مننا تكونوا بألف صحة وعافية ويلقاكم الفيديو ديالي انتوما في أحسن الأحوال انتوما وولداتكم والأهل ديالكم ومرحبا بالناس جداد اللي تحقوا بالقناة كان قوليكم مرحبا بكم وآلف آلف مرحبا والقناة دائما منورة بالوجود ديالكم وإلا كنتي أول مرة كتشوفي قناتي ما تنسيش نضمي العائلة ديالنا وضغطية الجرس باش تواصلي بجديد فيديوهاتي جيتكم بفيديو جديد وفي هذا الفيديو هدا غادي نشارك معاكم روتيني اليومي أو نهار من نهاراتي كيفاش كنخد نهاري داخل المطبخ ديالي الأشياء اللي كنوجد العائلة ديالتي آآ شهيوات اللي غادي نوجدهم اليوم أكيد غادي نشاركوا معاكم كاملين وأكيد غادي نالوا الإعجاب ديالكم لأني غادي نشارك معاكم بالزر ديال الحويج اللي غادي نتستغنوا عليهم مازم قوشت لهم المحلات شي حاجة اللي هي صحية آآ صافي بركة علينا من المواد الحافظة أو الأشياء المعلبة البنات آآ صراح تجريؤون في الأ ولاي ديالنا في نفس الوقت فكهاء اللي هي غالية وبين نتساعد بها شي حاجة اللي هي صحيحة اللي هي صحية اللي هي صغيرة و نتحدث ؟ اشتركوا في هذا الفيديو اشتركوا في القناة الخبز اقمحه قمت برزورة أقمت بسل gotta be ولكن فقدر البيانات ستقلل كمية سوف تفضل البيانات كافية انا اول مرة سمعت معلقة كيف ستجي هذي المريقة هذي ولكن من اللي وليس كنجربه اعتامتها وليس حاجة اللي ما اعتامتها صراحة تجي طيب المريقة كجديدة وخغير بها ديك المعلقة على الزيس نحاول هكا النقطة وحتى من الزيس لما فيه تشي فائدة صحتاتنا اعطيت طواجين تاعي كي طيب و هنا يدست در توابية كاملة در البزار الخرقهم سكين جبير درت شوية ديك العطرية تاعمتها ديك ودرت واحد دامت على الزافران وضفت عليهم جوش دروس تومة محقوقين خلت كل شي واحد شوية ديك الماء وخويت نص دير هذي العطرية هذي على الدجاج غدي نخليه تقلى واحد شوية و النص لاخر خليته باش غدي نضيفه فوق من الخضراء باش هي جي نيم لده و جي بنينه و هنا كيف كتشوفو فتاجين تاعي غدي ندير بتاطا و غدي ندير شوية ديال خيزوخ ديس عالوا حديوش خيزوات كي عجبوه فتاجين و كي يجو مع جلبانا زوينين سافي قطعتهم هكا على الطول و غدي ندير واحد الكميات عجلبانا مهمة البنات الخضراء كل واحد كي دي الخضراء اللي بغا وصراحة طاجين أي خضراء درتها فيه كتجي زوينة و كتجي لديدة هنا كيف كتشوفو بعد ما استفت بتاطا عدرت جلبانا من الفوق و هنا غدي نستف هالجوش خيزوات اللي قطعتهم من بعد غدي نضيف عليهم واحد شوية تاع القزبر و المعدنوس واحد قياس محلقة من الفوق و هنا ضفت العطرية اللي خليت ضفتها سقيت بها الخضراء كاملة من الفوق باش هكا كتجيني بنينه و كتجي حتى هي الديدة و هنا البنات غدي ندير واحد طريف ديال الحامض مصير و هاد الحامض هاد رفيت لي البنات و شاركتوا معاكم و هنا بغيت نور ليكم كيفاش ملي دا استعليه واحد المدة دي العشرين يوم او شهر دا بابا صيبته فكيكون هاد هو الشكل ديالو كي يجي مع السل و ما كيخسرش اللي بنات نهائيا و هاداك الحامض اللي كتلق لنا فكيوللي مع اللي لك يعني بحسيره كي يجي هاي لبنات شوفو الشكل ديالو كيفاش كي يجي ما كيخسر ما كيصوف ليه متاشي حاجة هنا درتوا حطرية تاع الحامض و هاداك الشي اللي بقاليا ما غديش نعود ر هاداك الشي اللي بقاليا ما غريبت لي حاسر لحامض يوم الجي اللي و اخليت في حوم الوقت اللي نحتاجه هنا طواجين تاعي بعد ما قديته و درسع لي واحد مالقه صغيره تاعز زيت البلدية و غطيته و هاداك الحالي نخليه يطابع لخاطره و هاداك الخميرة الاجينة تاعتي بعد مرتاحة و أخمرات كيف كتشوفو فخديتها و قطعت هاداك القريسات صغيرة و هاداك شوية نخالة اللي خلطتها مع دقيقة الشعير و هي باش هاداك رادين قررس الخبز الساعة سوف نقطع هذه القريسات في دقيق ثم سوف نقطع قريسهم و نضيفهم حتى لا يمكنهم خطرهم و هذا كله البناس يتساعدت على الصباح باقي الوقت في هذا الفيديو سوف نحفزكم بالنسبة للناس الذين يسافتوا وليداتهم في مدراسة و يرجعون فلا يجب أن تضيع وقتك في الناس حل الشراجم أول حاجة و يجب أن تشجعون و لكن لا يجب أن تضيع الوقت و يجب أن تظهر الوقت و يجب أن تستخدم الوقت و تقضي وقتك كامل في الصباح و يجب أن تحضر لك و يجب أن تحضر لك فهنا يجب أن تجعل خبز و يخمر و يجب أن تجعله في عجينة هنا البطبوت و لا تشارك معكم طريقة العجينة لأنني فتو شاركتها معكم جميعا في فيديو خاصة و يجب أن تحضر لك و يجب أن تحضر لك و أختيتها و سوف نتلقى و سوف نقوم بطبوت أو بيطات صغيرة لأنني أريد أن تشاركتها أكيد سوف نشاركها معكم و سوف نستغل الوقت بعد ذلك ثمانية سوف أحضر شراجهم أول ما يخرجوا بناتي سوف أحضر شراجهم كاملين و سوف نجمع في الناس و من بعد نضرب الدار كامل و نجمع و نجمع سياق و أخر سوف ندخل الكوزينة كيف حدثت اليوم سوف نحيض و نجمع الوجبة و نجمع الوقت و في نفس الوقت سوف نجمع السابون سوف نجمع و نجمع الناس و يبقى النهار كامل و تقضيوه و تقضيوه وقت و تحفظوا و لداتكم يعني لا يمكنك أن يكون يضيح حياته كامل و غير في العصر و لا تستفيد منه حتى شيئا نهائيا و بعد قطعت البطبوت و قمت بتقضيوه و قمت بتقضيوه و اخليتوه و غير خمسة دقيق لأن العجينة خمرت لي المرة الأولى و نضربه مباشرة و سخونة و نحاول و نقلبه و نجمع الوقت و قمت بتقضيوه و قمت بتقضيوه و تضيفdar و قمت بتقضيوه و قمت بتقضيوه و قمت بتقضيوه و نكمال في الطيابة و يجب في البروط و يجب في الطيابة و يضح البروط و سوف نعطيوه بنا به و نشاركها و بعد البروط و تنفيوه كامل في الطيافة هذا هو الشكل هنا سوف نحن نشاهد من الداخل ونحن نشاهد المصر انه يأتي تضيب لانه يوجد الكثير من قزينة لانه يناول يستطيع ان تشاهد شمش كثيرة وانه يملك ان تظهر وكل ما ينتهي ومن المصر يأتي تاريط وخفيف ونحن سوف ننقوم نضيف الخبز و بعد طعب البنات لا يوجد جيدا لا يوجد لونه بالخبز يمتزر يجب أن يزوين هناك المنزل و في الخرطال يجب أن يزوز و يجب ان يدفر و أقوم بحسن و أغطيت و قمت بصل و اضع رب و اضع خبيز للوزوين وشي حاجة صحية يعني كأنه خبيز نقي وصحي في نفس الوقت هنا البنات ما بقيت صورت معكم متى حاجة خرجتنا وصاحبتي في العشية ومشينا للقيسارية شريت واحدة بيجامات صار حكس بغي نصور معاكم ولكن بقيت المحل وصفي ما بغيتش مقال هذا بغتاب ديالي وصور وثال الوقت مكانش عديد فان بناتي كانوا في مدراسة سوف نرجع في الوقت وصاحبتي تهي خلت بنياتها في مدراسة مهمة البنات ما بقيت صورت معكم حتى شي حاجة دابرة 8 ع تليل هادي بعدما جينا للقيسارية ودرنا القوتي وجمع الداري وساليت فدست هنا غادين نصيب الحشوة ديال البطبوط وقبل ما نصيبها خسني المايونيز البنات او هذا الشهر هادا قلت ما غادين شريت تاشي حاجة من الزنقة او من المحلات فكل شي غادين نصيبه في الدار هنا البنات صيبت المايونيز بيضة واحدة درت عليها قبيسة على الملحة او واحد الرشة ديال البزار ودرت عليها نص كاس ديال الزيت وبقيت كنطرف فيهم زيان ومن بعد درت نص كاس خر يعني كاس الزيت وهنا درت قطرات تعال الخل كيف ممكن تعودوه بعاصير ديال الحامض غالي نطرف من زيان تحصلت على مايونيز اللي كيكون بهات الشكل هادا كيجي عاقد او كيجي مادا قطعو بنين طريقته سهلة وشي كيف كنقول لكم دائما بعد الحواج اللي كتباعوا فيهم المواد الحافظة قد نضروا بهم غير صحة وصحة سوليداتنا إذا كانوا أشياء اللي ساهل لو بإمكاننا باش نصيبوها ويجينا بحل الأشياء اللي كسبع في المحلات فاعم ما تعكزوش على البنات تصيبو اي حاجة في سطاكتكم تصيبوها في المنزل ديالكم تصيبوها كيف قطعو لوليداتكم وفي نفس الوقت كتوفروا في المصروف ديالكم وهنا البنات بعد ما صيبت المايونيز تصيبوها تصيبوها كوكا والشوكولات 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 150 جرام كوكا وضفت عليها باكية الشوكولات وضفت عليها قياس كاس الزيت كمية الزيت منظر الناس انتظروا ذلك لانك يبقائوا على حساب القوام هاي بغيتو تقيل وخفيف ونحن القبيسة من بعد نحن كل شيء في الخلاط كيف ترى ممكن البنات كوكا وتاخدوه مقليم اخذ 1 رابعة اخذت مع العطار كوكا وخضر عادي وحمرت الراسي في الفران خلطتها كم عماريجة وضفت عليه الشوكولات وضفت على كل شيء وضفت عليه وقياس 4 كاسة اخر ونعود نطحن هذه المكونات كاملين مزيان كيف تشوف معي لبناء تساهل اخذت منكم 5 ساعة دقيق يجيب مضاقه الخطير والديد ويعجب الوليدات وكيف تحت شعار دائما ناكله شيء صحيح وما نضره صحتنا وصحت وديداتنا فكيكون هذا هو الشكل الامل سهل وسهل وقتصادي وكيف نوفره حتى في المصروف وكيف نفعنا هكا فولو جواد الفطور اول قطة وممكن تديروا هكا قريصة البنات تديروا كرواسة بالتبا وعطاوا لأولادكم يديرون مدرسة ويجيزين اختارها في القرعات وقعت باعدة من قبل ونشفتهم جيد وكيف تحديد المقادرة جوجة القرعات ومجرد المكونات وصغيرة ونضعها واعتبرتين المكونات كمية وكيف تدير المكونات وكيف تشوف معي مقادرة بسيطة تحضر البنات لدينا 1 كيلو نضيف خلقوة نضيف 3 مرات خلقوة 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 يجب أنصح خلقوة اضافة الانواع الديسر تغسلوه ممتاز و تضيف الخل البيض لتعاقمه هنا بعد ان اضافة الماء اضافة وضفت على البيض 550 جرام سكر اضافة و اضافة البيض و اكمل معكم فيديو و هنا اضافة لنجد الحشوه بطبوت و اضافة بطبوت و اضافة و اضافة اضافة مربعة و اضافة و اضافة اضافة و اضافة اضافة صغر جزارات و catastrophe قوم ب بك و اضافة من الخص اضافة بطبوت اللي ا Rudy لركيد ممتاز ستجمي مع بعضياتهم هنا تضفت عليهم قليل على الملحة و قليل على البزار و سنضيف المايونيز كيف تشوفون البناس بعدما دخلت تلاجة زاد عقاد و تماسكي جلدية خلطت هذه المكونات و اخذت البطبوت فتحته و نعمر فيه بالحشوة سنضيفه قياسه نصف من الحشوة صراحة كجلدية من بعد كالبنات ممكن تضيفه بالفرمج حمر محكوك ممكن تضيفه فرمج صندويج و نضيفه و حكيته في حكاكة الجهة و هم اللي غادين نزين بهم الفوق ديال البطبوت او غادين نصد لهم بالبيض محكوك تهو كي يجيزوين سافي السامريز بناس طريقة حتى غادين نعمر هاد الكمية اللي عندي كاملة و هنالبطبوت ديالين بعد ما عمرتوا فكي يجي هلا هالشكل هادا درسوا في حد طبسين اللي زينته بالخص باش هكا نعطي وحتى المنظرة المنظرة البنات كي يساعدنا على باش ناكلوا الحاجه و تبع جبنة و جينة لديدة و صافي كان هذا هو شكل داع و قدمتوا ليهم مع واحد البريري ديالاتي صراحة كنت عوالة بغان دير الفريت و بغان دير العسر و لكن مكتبش لان بناتي جوا من المدرسة و جوا بجوش فيهم سخانة و فيهم الحلاقم و صراحة كنت هاد الشي اللي سايفت ليهم مضاقوش نهائيا صافي بعد ما عشينا البنات جمع تروينا و مشيت نعست و بقيت مع بناتي الليل كامل فيهم سخانة و انا كنت دي اليوم في الدواء وهنا اليوم في الصباح الابنات خديت الفراج الساعي كيف شفتو صباح طالق هاد السيرو درتو كي يغلى مزيان حتى غلى و كيتلقي ياد الكشكوشة كيف كتشوفو هنا خسني ندافع لي على نص عصير حامضة فكن عندي الحامض في المجميد نسيت مجبتوش بالليل المهمة البنات مبغاش يتلقي ياده كل ما فخديت اللب ديال الحامض كامل و اضفتو ديال النص حامضة كاملة و اضفتو هنا فراكع تجني نفس المادق ديال العاصر يعني مجال امر لتشي حاجة ضفتو هنا على الفريز و احركت مزيان و هنا اضفت علي قيس واحد المعلقة ديال الزبدة غير معلقة صغير البنات لاني عنديش كمية كتيرة على الفريز على غير كيلو و انقصت منه شي حاجة الحويج اللي كانوا فيه مزويني شوما حييتهم يعني رجى ناقش شوي على كيلو سافي غدي مقن حرك حتى تحيد من هذه الكشكوشة و من بعد اضفتو من 30 حتى 45 دقيقة حتى غدي بلي الفريز بانه رطاب و في هذه اللحظة البنات ايلا بغيتوا تطحنه و بغيتوا تخلي هكا كفية طريفة الفريز غير شوية حتى يكون بارد يعني تجدوا التبسير من المجمد و تديروا في واحد معلقة و ثم كيف يباليكم و او باقي مازال خصو الطياب اهنا البنات الفريز الساعي كيف يكون تحنته و يكون هذا هو شكل و يجي رائع و يجي لديد بزاف و يجي القوام و تقيل كيف كتشوفوا بحل الفريز اللي كانت شريه من المحلات تماما علاش البنات من صيبوش شفتوا معي طريقته ساهلة ماخداش مني بزاف ديال الوقت و مقادر بسيطة و يعطينا كمية اللي هي كثيرة هنا مبعد ما خليتوا تبرد فاعدين ناخد قريعة ديالين بعد ما عقمتهم و امسحتهم و غادين نقوي فيهم و اخوي فيهم الكميات على الفريز اللي عندي وهنا دي الفريزة دعتاني هاد القرعة هادية اللي بناتها كيف كتشوفوا و قرعة اخرى صغر منها حتى هي يعني كمية اللي هي معقولة في كيلو ديال الفريز صراحة جزوين بزاف كانت من هاد الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ايكون الاهجاب ديالكم و تكونوا تسافدتم منه و لو حاجة وحدة و ما تنسونيش البنات من اللايكات و التعليقات و تباكتاجوا الفيديو مع الحباب اشتركوا في القناة